أسئلة كثيرة هي التي تتجمع عندي على طاولة مكتبي اخترت سؤالين من تلك الأسئلة السؤال الأول من أخت فاضلة من الولايات المتحدة الأمريكية تقول في سؤالها لماذا يقتل الإمام المهدي صلوات الله عليه حيوانات الخنازير عند ظهوره الشريف ما ذنب هذه الحيوانات حينما خلقها الله فإنه قد جعلها جزءا من التوازن الطبيعي للحياة على وجه الأرض فلماذا يقتل الإمام المهدي هذه الحيوانات ويلغي وجودها من على وجه الأرض هذا السؤال الأول السؤال الثاني سأله كثيرون كثيرون وجهوا لي هذا السؤال راية الخراساني هناك من يقول من أنها راية ضلال فماذا تقول أنت الكلام موجه لي سأجيب على هذين السؤالين في هذه الحلقة أحاول أن أوجز لكنني لا بد أن أسلط الضوء على النقاط المهم أعود إلى السؤال الأول الذي وردني من الأخت الفاضلة من الولايات المتحدة الأمريكية وأقول لها هذه هذه المعلومة لا أدري من أين قد جئتي بها من أن الإمام المهدي صلوات الله عليه سيقتل كل الخنازير المتواجدة على وجه الأرض أتحدث عن الحيوانات عن حيوانات الخنازير وإلا فهناك الكثير من البشر الخنازير سيقتلون لكن الحديث هنا عن الحيوانات الخنازير هذه المعلومة المعلومة لا أدري يعيتها الأخت الفاضلة من أين قد جئت بها ونسبت هذا الأمر إلى إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه بحدود معلوماتي ومعلوماتي محدودة بحدود محلوماتي لا أعرف شيئا من هذا في أحاديث العترة الطاهرة في كتبنا الأصلية المعروفة التي نعتمدها مصادر لعقيدتنا وثقافتنا لا أعرف شيئا من هذا في حديث أئمتنا صلوات الله عليه لا يوجد عندنا شيء بهذا الخصوص في كتب السنة في كتب المخالفين للعترة الطاهرة هناك أحاديث ترتبط بنزول عيسى المسيح في كتب السنة بحدود علمي هناك العديد من كتبهم التي ذكرت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بخصوص نزول المسيح عيسى بن مريم تلك الأحاديث في كتبهم قالت من أن المسيح سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويضع الجزية وأنا لا أريد أن أقف عند كل هذه العناوين وإنما سأقف عند العنوان الذي ورد في سؤال الأخت الفاضلة فالمسيح عيسى بن مريم هكذا في الأحاديث التي رويت عن رسول الله في كتب السنة في كتب المخالفين للعترة الطاهرة من أنه بعد نزوله إلى الأرض زمان ظهور الحجة بن الحسن صلوات الله عليه فإن عيسى المسيح تحت ولاية الحجة بن الحسن وتحت إمامة الحجة بن الحسن يتولى مواجهة الدجال ومن جملة ما يقوم به يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يضع الجزية يزيل نظام الجزية قد يكون المقصود من الخنزير هنا كائن بشري بعينه دجال من الدجالين لكن بقرينة كسر الصليب فإن الخنزير هنا هو حيوان الخنزير فهل أن عيسى سيقتل الخنازير إذا كانت هذه الروايات والأحاديث في كتب المخالفين صحيحة فإن الخنزير هنا رمز فعيسى لا يقتل الخنزير الحيوان ولا يقتل بشرا كائنا بشريا عنوانه الخنزير بقرينة أنه سيكسر الصليب الخنزير الخنزير رمز المراد منه حيوان الخنزير لكن ذكره في هذه الأحاديث انصحت هذه الأحاديث انصحت متونها وكانت دقيقة فإن المراد من الخنزير هنا الرمز إذا ما نظرنا إلى الثقافة المسيحية فإن المؤسسات الثقافية المسيحية في العالم تتخذ من الخنزير رمزا من الخنزير الحيوان على سبيل المثال قصص الأطفال ومجلات الأطفال إذا ما تصفحناها فإننا سنجد لشخصية الخنزير حضورا واضحا في قصص الأطفال وفي مجلات الأطفال المصورة إذا ما نظرنا إلى المناهج التعليمية في رياض الأطفال إنني أتحدث هنا عن البلدان المسيحية وعن المؤسسات المسيحية في البلدان غير المسيحية إذا ما نظرنا إلى المناهج التعليمية في رياض الأطفال وفي الصفوف التمهيدية وحتى في صفوف المدارس الابتدائية فإن للخنزير حضورا واضحا في تلك المناهج ويعلمون الأطفال على رسم حيوان الخنزير يعلمونهم في دروس الرسم تارة يعلمونهم أن يرسموا رسمة للحيوان الخنزير وتارة يعطونهم مخططا مرسوما للحيوان الخنزير كي يقوم الأطفال بتلوينه هذا موجود بكثرة إذا ما نظرنا إلى الأفلام الكارتونية شخصية الخنزير الحيوان دائما تمثل الشخص الحكيم الشخص الرحيم الشخص الذي يساعد الآخرين وفي الأفلام الكارتونية التي تشتمل على شخصية رجل دين مسيحي تتجسد تلك الشخصية بالحيوان الخنزير وإن كان رجال الدين في الأعمل الأغلب خنازير في كل الديانات ليس ليس في زماننا وحتى في الأزمنة القديمة وفي زماننا لكنهم خطعاً في الأفلام الكارتونية للأطفال يعرضون رجل الدين على أنه يمثل الأخلاق الفاضلة يمثل الرحمة الإنسانية هذا شيء واضح في الثقافة المسيحية ملابس الأطفال ينقش عليها صورة الخنزير الحيوان قطعاً بطريقة جميلة بطريقة محببة ألعاب الأطفال حقائب الأطفال كل الأغراض التي ترتبط بالأطفال وألعابهم وحاجاتهم وشؤونهم لمدارسهم وأغراضهم المختلفة في حياتهم الطفولية هناك حضور واضح للحيوان الخنزير لا أريد أن أتشعب كثيراً في هذا الأمر لكن العديد من الجمعيات الخيرية في البلاد الأمريكية والأوروبية في سائر البلدان الغربية هناك العديد من الجمعيات الخيرية التي تتصد لإعانة المحتاجين تتخذ من الخنزير شعاراً لها ورمزاً لها حتى أنهم يصنعون الحصالات التي يجمعون فيها التبرعات يصنعونها بهيئة الخنازير لكن بصورة جميلة محببة فأنتم تعرفون من أن الخنازير أشكالها أشكالها ليست محببة خصوصاً النوع البري منها النوع المتوحش منها هناك الخنازير الأهلية وهناك الخنازير البرية الوحشية على أي حال لا أريد أن أغرق كثيراً في هذا الأمر في الثقافة المسيحية العامة هناك حضور رمزي واضح جداً للحيوان الخنزير ولا أريد أن أقول من أن الأحاديث هذه التي رويت عن رسول الله إن صحت روايتها تشير إلى هذا الذي أشرت إليه إنما ذكرت ذلك للتوضيح هذه الروايات تشير إلى موضوع التحريف فإن عيسى المسيح يقتل الخنزير إنه يقضي على منهج التحريف في الدين المسيحي بل سيلغى الدين المسيحي ولذا تقول الروايات من أنه سيضع الجزية سيلغي هذا القانون إن الدين عند الله الإسلام أنا هنا لا أخاطب المسيحيين لا شأن لي بهم أنا أجيب السائلة على سؤالها وفقا لثقافتي ووفقا لعقيدتي ووفقا لمعرفتي وفي الوقت نفسه أوجه الكلام إلى شباب شيعة الحجة بن الحسن لأجل أن يعرف هذه الحقائق ممن يتابعون برامجي فقطابي موجه إلى هؤلاء ربما تابعتم معي الحلقات المتقدمة قبل هذه الحلقة وأنا أتحدث عن دين السقيفة بن ساعد ليس من اهتمامات أن أخاطب السنة اهتمامي الأول والأخير موجه ل شيعة الحجة بن الحسن لا شأن لي لا بالسنة ولا بالمسيحيين لكن الأسئلة هي التي تقودني والحديث في مثل هذه الموضوعات يعطي لشباب شيعة الحجة بن الحسن وعيا وثقافة ومعرفة كي يزداد بصيرة في دينهم من أن دين العترة هو دين الحقيقة وسائر الاتجاهات الأخرى تزييف وتدجيل وتضليل الحق مع العترة الطاهرة وهذه وصية نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله حينما وصانا أن نتمسك بالكتاب والعترة ما إن تمسكتم بهما لن تضل بعد أبدا الخنزير عنوان للتحريف في الدين المسيحي والدين المسيحي هو أكبر دين على وجه الأرض الديانة الأولى التي هي أكثر أتباعا والتي تمتلك من المؤسسات ما لا تمتلكها كل الديانات الأخرى إنها الديانة المسيحية المسيحيون أكبر دين في العالم وأعظم المؤسسات الدينية مؤسساتهم الدين المسيحي هو أكثر الديانات ثراء وأعظم الديانات على وجه البسيطة اقتصادا المسيحيون هم حكام العالم يسيطرون على السياسة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا يسيطرون على كل شيء في هذا العالم العالم بأيديهم هم حكام العالم أتحدث عن حكوماتهم لا أتحدث عن عامة المسيحيين من أبناء الشعوب المسيحية أتحدث عن الحكومات وعن المؤسسات الدينية التي تهيمن على الواقع المسيحي في العالم الخنزير رمز للتحريف الدين المسيحي دين محرف بالكامل كما قلت قبل قليل أنا لا أريد أن أناقش المسيحيين لا شأن لي بهم لهم دينهم والدين إنما أتحدث من خلال ثقافتي ومعرفتي ورؤيتي كي أجيب على سؤال سائلة الفاضلة وكي يكون حديثي نافعا لمن يتابعون برامج الكتاب الذي بين يدي إنه الكتاب المقدس وهو يشتمل على العهدين كتاب العهد القديم لليهود وكتاب العهد الجديد للمسيحي هذه الترجمة العربية الكاملة للكتاب المقدس بعهده داروا الكتاب المقدس في الشرق الأوسط سأحكي لكم حكاية من خلال النصوص كي تعرفوا من أن العبث في الدين المسيحي كالعبث في الدين الشيعي وكالعبث في الدين السني وهكذا الأمر يجري في سائر الأديان الأخرى هذه الترجمة هي الترجمة الرسمية الشرعية في الكنائس العربية هذه الترجمة هي الترجمة المعتمدة قطعا هناك العديد من الترجمات المعتمدة عند اليهود والمسيحيين هذه من أشهر الترجمات وهذه النسخة لطالما يعطونها للناس في كتاب المسيحيين في كتاب العهد الجديد وفي سفر أعمال الرسل أعمال الرسل من أسفار العهد الجديد أعمال الرسل في الأصحاح الثاني في الأصحاح الثاني من أعمال الرسل وعند الفقرة الثانية والعشرين انتبهوا لهذا الخطاب أيها الرجال الإسرائيليون لأن ديانة المسيحية ديانة إسرائيلية والخطاب فيها أساسا موجه للإسرائيليين أولا وبعد ذلك لغير الإسرائيليين أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري إنه المسيح عيسى بن مريا يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم ثبت عندكم من قبل الله وليس من قبل نفسه أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائبة وآيات صنعها الله بيده صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون نحن هكذا نقرأ في سورة المائدة في سورة المائدة من سورة المائدة سبحانه وتعالى يخاطب عيسى بن مريم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن بإذن ماذا نقرأ في أعمال الرسل يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله وليس من قبل نفسه بقوات وعجائبة وآيات صنعها الله بيده في وسطكم هل هناك من فارق بين مضمون ما قرأته من أعمال الرسل وبين مضمون ما قرأته من سورة المائدة من جهة نسبة الأمر إلى الله وليس إلى عيسى المسيح وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن وإذ تخرج الموت بإذن 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 أقرأوا الآية مرة أخرى عليكم وقارنوا بين سورة المائدة وبين أعمال الرسل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن وإذ تخرج الموت بإذن والمضمون نفسه ورد في سورة آل عمران عودوا إلى سورة آل عمران ستجدون المضمون نفسه لأمتلك وقتا كي أقرأ كل شيء بين أيديكم أعود إلى أعمال الرسل أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده الأمر ليس راجعان إلى عيسى المسيح بمعزل عن الله صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون وماذا نقرأ في إنجيل متى في إنجيل متى وفي الأصحاح الخامس يبدأ الكلام من الفقرة السابعة بعد العاشرة وما بعدها ماذا يقول يسوع الناصري ماذا يقول المسيح عيسى بن مريم لا تظن يخاطب الحواريين يخاطب المسيحيين يخاطب الدنيا بحسب إنجيل متى لا تظن أني جئت لأنقض الناموس الناموس هو دين الله هو الدين الذي أنزله على الأنبياء لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى من المسائل الصغيرة من مسائل الدين فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا علمهم أن ينقضوا الوصايا الصغرى يدعى أصغر في ملكوت السماوات وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما من عمل عمل بوصايا الناموس كلها وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات فإني أقول لكم إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لم تدخلوا ملكوت السماوات الكتبة والفريسيون هؤلاء طبقات من رجال الدين الذين الذين يهتمون بالكتاب المقدس بكتابته ودراسته وتدريسه فهم كتبت الكتاب المقدس والفريسيون هم الذين يدرسونه ويعلمونه من طبقات رجال الدين قبل ولادة المسيح وحتى بعد ولادته الكلام واضح من أن عيسى المسيح لم يأتي إلا بالناموس نفسه بناموس الأنبياء السؤال هنا الذي عليه الدين المسيحي في زماننا هل هو وفقا لناموس الأنبياء هذه الطقوس التي عندهم من أين جاءوا بها طبقة الإكليروس طبقة رجال الدين طبقة معقدة في المراتب والوظائف والطقوس والأسرار الخاصة بهم والكتب التي يدرسونها وفي المناسبات والأعراف والصلوات والأذكار التي يأتون بها وما عندهم من تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان ولم يتحدث عنها عيسى المسيح مطلقا كل هذا من ابتكاراتهم من ابتكارات ومن بدع رجال الدين المسيحي حكاية طويلة كل هذا لا علاقة له بالناموس الذي يتحدث عنه عيسى المسيح هنا بين أيدينا نقطتان النقطة الأولى فإن كل شيء عند المسيح من الله كما مر علينا في أعمال الرسل والنقطة الثانية فإن عيسى المسيح ملتزم بالناموس بناموس الأنبياء وهذا يعني أنه سيكون ملتزما بناموس موسى موسى النبي ناموس موسى يتجلى في توراته ناموس اليهود يتجلى في تورات موسى وفي سائر الأسفار اليهودية الأخرى التي تجمع في كتاب العهد القديم تعالوا معي إلى سفر اللاويين وهو من أسفار تورات موسى تورات موسى في كتاب العهد القديم أسفارها التكوين الخروج اللاويين العدد والتثنية هذا هو السفر الثالث من أسفار تورات موسى اللاويون نسبة إلى لاوي ولاوي هو أحد أولاد إسرائيل أحد أولاد يعقوب في الأصحاح الحادي عشر أذهب إلى موطن الحاجة فيما يرتبط بالخنزير في أحكام ما يأكل اليهود في الأصحاح الحادي عشر ومن الفقرة السابعة وما بعدها والخنزير والخنزير إنه محرم على اليهود هذا جزء من ناموس موسى والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يجتار لكنه لا يجتر لأنهم يشترطون شرعا في دينهم في الحيوانات التي يجوز أن تؤكل أن يكون ظلفها مشقوقا وأن تكون مجترة جاء في الأصحاح نفسه كل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فإياه تأكلون حينما جاء ذكر الخنزير والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يجتر فهو نجس لكم من لحمها لا تأكلوا وجثتها لا تلمسوا إنها نجسة لكم هذا حكم الخنزير يحرم أكله وهو عين نجسة في ناموس موسى هذا هو كتاب اليهود الذي يدينون به الآن المسيحيون يختلف موقفهم من كتاب العهد القديم لكنهم يتفقون على تصديقه هناك من المسيحيين من هم يعتبرون الكتاب القديم كالكتاب الجديد يقدسونه وهناك منهم من يعتبرونه كتابا مضى زمانه لكنهم يصدقون المعلومات التي وردت فيه ويفسرون كتاب العهد الجديد وفقا للمضامين الموجودة في كتاب العهد القديم هذا موجود في كل تفاسيرهم للإنجيل إنني أتحدث عن المسيحيين والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يجتار فهو نجس لكم من لحمها لا تأكلوا وجثتها لا تلمسوا إنها نجسة لكم الكلام لا يقف عند سفر اللاويين في سفر التثنية أيضا من أسفار توراة موسى إنه الأصحاح الرابع عشر وعند الفقرة الثامنة والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يجتار فهو نجس لكم فمن لحمها لا تأكلوا وجثتها لا تلمسوا الكلام هو هو وإذا ما ذهبنا إلى سفر إشعية من أسفار كتاب العهد القديم وفي الأصحاح الخامس والستين من بداية الأصحاح أصغيت إلى الذين لم يسألوا الله الذي يقول بحسب سفر الشعي أصغيت إلى الذين لم يسألوا وجدت من الذين لم يطلبوني جدت عليهم جودا قلت قلت ها أنا لأمة لم تسم باسمي بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء أفكاره شعب يغيظني بوجهي دائما يذبح في الجنات لأن هذا يخالف الأحكام الجنات الغابات الحدائق الكبيرة يذبح في الجنات ويبخر على الآجر يبخر على الآجر يبخر على طابوق النصب التي يذبح عليها في المعابد هذا أمر ممنوع هذه أمور ممنوعة لكن اليهود كانوا يعملون بها ولذا فإن الكتاب يعترض عليهم شعب يغيظني بوجهي دائما يذبح في الجنات ويبخر على الآجر يجلس في القبور ويبيت في المدافن طقوس يهودية قديمة ولا زال البعض منهم يعملون بها يذهبون إلى المقابر ليلا يحاورون الموت لكسب المعرفة يقولون من أننا نحصل على المعرفة من الأموات يجلس في القبور ويبيت في المدافن يأكل لحم الخنزير وفي آنيته مرق لحوم نجسة فهنا الكتاب يعدد المعاصي من جملتها أكل لحم الخنزير يذبح في الجنات ويبخر على الآجر يجلس في القبور ويبيت في المدافن يأكل لحم الخنزير وفي آنيته مرق لحوم نجسة في الأصحاح السادس والستين الرب يبين غضب ومن أنه لن يقبل ما يعملون من أعمال خير بحسب ما يعتقدون من يذبح ثورا فهو قاتل إنسان هؤلاء هؤلاء الذين يتصورون أن الدين في أن يتقرب إلى الله بذبح ثور إنهم بمثابة مجرمين قتلوا إنسانا لم يذبح ثورا لأن القضية لا تقف عند الطقوس فقط من يذبح ثورا فهو قاتل إنسان من يذبح شاتا فهو ناحر كلب قد قدم كلبا من يصعد تقدمة من يقدم شيئا لله يصعد دمخ زير من أحرق لبانا اللبان اللبان هذا الذي نحن نعرفه اللبان هذا الناتج الذي تنتجه بعض الأشجار والذي قد يستعمل دواء من ضمن البخور الديني في طقوس اليهود من أحرق لبانا فهو مبارك وثنا التبخر باللبان أمر ممدوح في الديانة اليهودية لكن الذي يفعله اليهود كأنهم يباركون الأوثان لماذا؟ لأنهم يؤدون الطقوس طقوسا فارغة ليس هناك من مضمون أو محتوى من يذبح ثورا فهو قاتل إنسان من يذبح شاتا فهو ناحر كلب من يصعد تقدمة يصعد دم خنزير من أحرق لبانا فهو مبارك وثنا تلاحظون أن النصوص واضحة جدا في حرمة لحم الخنزير وفي نجاسة الخنزير من أن الخنزير عين نجسة بغض النظر أكان حيا أم كان ميتا الكلام واضح في هذه النصوص بحسب القواعد المتقدمة من أن كل شيء عند المسيح فهو من الله ومن أن المسيح لا ينقض شيئا من ناموس الأنبياء وخصوصا حينما يكون الحديث عن ناموس موسى فناموس موسى هذا هو ناموس اليهودي الذي هو ناموس موسى واضح في أن الخنزير يحرم أكله وهو عين النجسة ما الذي يفعله المسيحيون الآن هل يتعاملون مع الخنزير مثل ما يريد عيسى المسيح من أنه يجب عليهم أن يتمسكوا بالمسائل الكبيرة والصغيرة لناموس الأنبياء ومن أن عيسى ما جاء لينقض أي شيء من الناموس ما هذا هو جزء من الناموس اليهود حتى في أيامنا هذه لا يقتربون من الخنزير لا أكلا ولا ملامسة لأنهم يعتقدون بحرمة أكله وبنجاسته من أنه عين نجسة نذهب إلى فاصل إذن كيف صار الخنزير محللا وليس الخنزير فقط هناك الكثير من الأحكام في ناموس موسى التي جرى عيسى المسيح عليها لكن المسيحيين من بعد عيسى المسيح غيروها على سبيل المثال الختان نحن نحن نقرأ في كتاب العهد القديم وفي أول سفر من أسفار توراة موسى إنه سفر التكوين وهذا هو الأصحاح السابع عشر الكلام عن ختان إبراهيم وأن إبراهيم قد ختن وأن إسماعيل قد ختن وأن أتباع إبراهيم قد ختن الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين ومن الآية الثالثة والعشرين وما بعدها من الآية من الفقرة هكذا يعبر عنها فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته المبتاعين بفضته يعني الذين كان يمتلكهم من العبيد ابتاعهم اشتراهم فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من أهل بيت إبراهيم وخطن وخطن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله لأن الله أراد ذلك من إبراهيم فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من أهل بيت إبراهيم وخطن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة حين خطن في لحم غرلته وكان إسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين خطن في لحم غرلته في ذلك اليوم عينه خطن إبراهيم وإسماعيل ابنه وكل رجال بيته ولدان البيت والمبتاعين بالفضة من ابن الغريب خطنوا معه الجميع خطنوا هذا هو حكم الختان في ناموس الأنبياء وهذا إبراهيم أبو الأنبياء وعيسى من أولاد إبراهيم ناموس ناموس وإبراهيم عيسى نفسه خطن إذا ذهبنا إلى إنجيل لوقة إذا ذهبنا إلى إنجيل لوقة وفي الأصحاح الثاني من إنجيل لوقة في الأصحاح الثاني وعند الفقرة الحادية والعشرين ولما تمت ثمانية أيام بعد ولادة يسوع بعد ولادة عيسى المسيح ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبية سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن في اليوم الثامن من ولادته ختن يسوع فهذا هو ناموس الأنبياء المسيحيون الآن هناك من يعمل بهذا الناموس وهناك من لا يعمل بهذا الناموس هذا مثال من الأمثلة وهناك أمثلة أخرى إذا ما رجعت بكم إلى سفر اللاويين وإلى الأصحاح الحادي عشر على سبيل المثال ماذا جاء في الأصحاح الحادي عشر من سفر اللاويين وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه ما هو الذي يشرعه الناموس أن يأكل اليهود الأسماك فقط التي لها قشور وسائر الحيوانات البحرية لا يجوز أكلها هذا هو دين العترة دين العترة هكذا وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه كل ما له زعانف وحرشف في المياه في البحار وفي الأنهار فإياه تأكلون لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف في البحار وفي الأنهار من كل دبيب في المياه ومن كل نفس حية في المياه فهو مقروه لكم ومقروها يكون لكم من لحمه لا تأكلوا من لحمه لا تأكلوا وجثته تكرهون كل ما ليس له زعانف وحرشف في المياه فهو مقروه لكم الزعانف والحراشف هي للأسماك ذات القشور بقية الحيوانات البحرية لا تتصف بهذا الوصف اليهود يلتزمون بهذا هذا ناموس الأنبياء وعيسى المسيح كان ملتزما بهذا لكن المسيحيين في زماننا الآن هل يلتزمون بهذه الأحكام وحتى في الأزمنة السابقة دين المسيح حرفوه أذهب بكم إلى أعمال الرسل كي نعرف الحكاية أعمال الرسل الأصحاح الخامس عشر لابد أن تعرف من أن المسيحيين لا يعتقدون أن لعيسى المسيح إنجيلا عندهم إنجيل يسوع لكنهم يعتبرونه من الأناجيل المفبركة الأناجيل التي عندهم والتي تشكل كتاب العهد الجديد هذه وصلت إلى المسيحيين بعد صلب المسيح بحسب عقيدتهم بمدة زمانية طويلة عبر هؤلاء القديسين من خلال الروح القدس هكذا هم يعتقدون إنجيل متى متى لا يعرفون تأريخه بالضبط ولا يعرفون تفاصيل حياته هناك معلومات إجمالية عنه لا توجد التفاصيل الكثيرة عن القديس متى فهذا قديس أوحى إليه الروح القدس ما أوحى فكتب إنجيله وهكذا بقية الأناجيل ما عندنا في الثقافة الإسلامية من أن عيسى له أنجيل هذا أمر يرفضه المسيحيون ولذا هناك من أصحاب العمائم يناقشون المسيحيين على المنابر على منابرهم أو في البرامج التلفزيونية بخصوص إنجيل عيسى المسيحيون يضحكون عليهم ويصخرون منهم لأن المسيحيين أساسا لا يعتقدون أن لعيسى المسيح إنجيلا عندهم إنجيل يسوع معدود في الأناجيل المكذوب الأناجيل التي عندهم في كتاب العهد الجديد هذه وصلت إليهم بعد صلب المسيح عيسى بن مريم بزمان طويل أعمال الرسل من جملة هذه الأسفار التي وصلت إليهم بعد صلب المسيح وقتله بحسب ما يعتقدون بزمن طويل ماذا جاء في أعمال الرسل إنني حين أتحدث عن زمن طويل أتحدث عن عشرات من السنين هذا الذي أتحدث عن هذه الحادثة التي سأقرأها عليكم هناك من مؤرخي المسيحية يقولون من أنها حدثت بعد صلب المسيح ب إثنتين وعشرين سنة هكذا يقولون تلاميذ المسيح انتشروا في البلاد الشامية وغيرها وبلغوا الدين المسيحي ودخل كثير من الناس في الدين المسيحي لكنهم استصعبوا عملية الختان واستصعبوا ما جاء من أحكام تحريم فيما يؤكل وما يشرب فخاف رجال الدين أن هؤلاء سيتركون الديانة المسيحية فاجتمعوا وأصدروا فتوى لهم من أنه لا يجب عليكم الختان وكل المحرمات جائزة إلا ما استثني وسأذكر لكم وهنا صار الخنزير حلالا بفتاوى رجال الدين المسخرة هي المسخرة والضحك على الذقون هو هو حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختار رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولوس وبرنابة يهوذة الملقبة برسابة وسيلة رجلين متقدمين في الأخوة فالمجمع الديني أرسل رجلين مع بولوس وبرنابة من هما يهوذة الملقب برسابة وسيلة وكتبوا بأيديهم هكذا كتبوا لهم هذه الفتوى الرسل والمشايخ والأخوة يهدون سلاما إلى الأخوة الذين من الأمم في أنطاكيا وسوريا وكيليكيا إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبين برنابا وبولوس رجلين قد بذل أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح فقد أرسلنا يهوذة وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها لأنه قد رأى الروح القدس هذا هو الافتراء مثل ما يفتري مراجعنا من أنهم نواب صاحب الزمان لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق عن الذبيحة المخنوقة والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلون وكونوا معافي هذه الفتو هم يقولون من أن الروح القدس وهم إنهم رجال الدين أخذوا هذا القرار فحللوا لهم ما حللوا الأضحكة هي هي التي يضحك بها رجال الدين على أتباعهم قرأنا ماذا قال عيسى المسيح من أنه لن ينقض حكما من الأحكام في ناموس الأنبياء هذا يعني أنه سيلتزم بناموس موسى وهؤلاء بعد زمان عيسى المسيح بزمان لما دخلت الأمم الأخرى ووجدوا صعوبة في هذه الأحكام لأنهم لم يعتادوا عليها كانوا على ديانات وثنية ليس فيها هذا التطقيق وهذا التشقيق في الأحكام فلأجل أن لا يتركوا الديانة المسيحية أصدروا هذه الفتوى له لأنه قد رأى الروح القدس متى رأى الروح القدس هم بحسبهم مثل ما يقولون عن الاجتهاد من أنه ملكة قدسية ربانية ومن هذا الخرط وهو أمر لا حقيقة له حينما يعرفون الاجتهاد هذا المصطلع الذي جاءونا به من النواصب هذا المصطلح الملعون وطبقوا المنهج الاستنباطي الملعون في الوسط الشيعي لكن حينما يعرفون الاجتهاد بأنه ملكة قدسية ربانية يمنحها الله لخاصة أوليائه وليس لكل الناس للذين يوفقون لهذه المرتبة ويضحكون على الناس بهذا الهراء هذا هو الهراء نفسه لأنه قد رأى الروح القدس أدري الروح القدس عند مكتب أرحت أولي أحتيت ويا شنو الخرطة لأنه قد رأى الروح القدس ونحن ألا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق فكل المحرمات التي قرأت ما قرأت بخصوصها قبل قليل من كتاب العهد القديم حللوها له لم يحللها عيسى المسيح هؤلاء حللوا أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا إلى آخر ما جاء في هذا البيان نذهب إلى فاصل الخمر محرمة بحكم موسى وبحكم عيسى من محرمات الناموس في كتاب العهد القديم وفي سفر الأمثال في الأصحاح العشرين في أول الأصحاح الخمر مستهزئة تستهزئ بعقل الإنسان الخمر مستهزئة المسكر عجاج ومن يترنح ومن يترنح بهما فليس بحكيم الخمر مستهزئة المسكر عجاج عاصف يعصف بعقل الإنسان ومن يترنح بهما فليس بحكيم هذا في الأصحاح العشرين من سفر الأمثال من كتاب العهد القديم ولازلت في سفر الأمثال من الأصحاح الحادي والعشرين إنها الفقرة السابعة بعد العاشرة محب الفرح إنسان معوز محب الفرح محب الفرح بعبث كالذي يحب الفرح في مجالس الفساد محب الفرح إنسان معوز محب الخمر والدهن لا يستغني من السفر نفسه من سفر الأمثال في الأصحاح الثالث والعشرين من الفقرة التاسعة والعشرين وما بعدها لمن الويل لمن الشقاوة لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح بلا سبب لمن ازمهرار العينين للذين يدمنون الخمر الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج لا تنظر إلى الخمر إذا حمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان عيناك تنظران الأجنبيات هذا إذا ما شربت الخمر هذه الآثار عيناك تنظران الأجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية وتكون كمتجع في قلب البحر أو كمتجع على رأس سارية لا تدري متى ستغرق أو متى ستقع من رأس السارية يقول ضربوني ولم أتوجع لقد لكأوني ولم أعرف متى أستيقظ أعود أطلبها بعد هذا في كتابي العهد القديم أما في كتابي العهد الجديد في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفاسوس وفي الأصحاح الخامس من الفقرة الخامسة بعد العاشرة وما بعدها فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلا بل كحكما مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح هذه المزامير تشير إلى المناجيات إنها مزامير داود مزامير داود مناجيات داود مع ربه وهو من أسفار كتاب العهد القديم مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغانية روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة وحينما يحدثنا إنجيل لوقة عن يحنى المعمدان والذي هو في الثقافة الإسلامية يحيى ابن زكريا يحيى ابن زكريا في الثقافة المسيحية هو يحنى المعمدان في إنجيل لوقة في الأصحاح الأول وعند الآية الثالثة بعد العاشرة فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت وامرأتك الإصابات ستلد لك ابنا ونسميه يوحنى ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن أمه يمتلع من الروح القدس إلى آخر الكلام لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب إلى آخر ما جاء في الأصحاح الأول من إنجيل لوقة هذه ثقافة المسيح وثقافة يحيى ابن زكريا هذا مدح يوحنى المعمدان مدح يحيى ابن زكريا لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب هذا ناموس الأنبياء ولكن بفتوى رجال الدين التي قرأتها عليكم قبل قليل حللوا الخمر وحللوا الخنزير حرموا عليهم ما يذبح على نصب الأصنام وحرموا عليهم ما كان مخنوقا الأشياء التي حرموها عليهم التي قرأتها عليكم بقية بقية الأشياء حللوها له من جملتها الخمر وإلا فإننا موسى الأنبياء يحرم الخمر الحكاية التي عندنا حللوا صناعة أبناء الزنا في التلقيح الصناعي وحللوا اللواطة الصناعي وحللوا أن يلعب الرجال بالأعضاء التناسلية للرجال لأجل اللعب وكذلك النساء وحللوا وحللوا وأوجبوا الخمسة الذي حلله إمام زماننا وعبثوا بالدين أيما عبث الحكاية هي الحكاية تتكرر دائما وبعد ذلك حينما يتحدثون عن المسيح يقولون من أنه لعنة هذا في كتبهم يرقعون هذا الكلام يرقعون هذا الكلام ولكن ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان فهذا ظولص هم يقدسونه لكنه هذا هو الذي عبث بدينهم رسالة بولص الرسول إلى أهل غلاطية في الأصحاح الثالث في الأصحاح الثالث وعند الفقرة الثالثة بعد العاشرة المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا صار المسيح لعنة لأجلهم ما هذا الهراء المسيح رحمة كيف يصبح المسيح لعنة المسيح رحمة هم سيقولون من أنكم لا تفهمون مقاصد الكتاب المقدس الحكاية هي الحكاية عند رجال الدين عندنا عند الشيعة أو عند السنة يعبثون بالنصوص ويعبثون بكتاب الله ويعبثون بدين الله ويقولون لنا بعد ذلك إنكم لا تفهمون على أساس أنتم العباقرة والنوابخ المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبه إلى آخر الكلام المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبه لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع لننال بالإيمان موعد الروح مثل ما يقولون عن نبينا من أنه أمي لا يحسن القراءة والكتابة ويرقعون من أن هذا معجزة لإثبات إعجاز القرآن الهراء الهراء هو الهراء هؤلاء الدين واضحة أمام هذا العالم أمام جموع تعتنق أكبر دين في العالم هذا هو المراد من أن المسيح عيسى بن مريم سيقتل الخنزير نذهب إلى فاصل